السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطالبة في لقاء جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث عن Irregular Lexical Verbs تحدثنا قبل عن الفعل وقلنا القياسي وذكرنا حالاته وإلى آخره هسا راح نتحدث عن Irregular Verbs الأفعال الشاذة واشتقاقاتهم بشكل عام بشكل عام الأفعال القياسية خذناها إضافة هسا راح نأخذ عن الأفعال الغير قياسية هي الأفعال الشاذة وهي معروفة جدا يعني لها بعض الحالات وهي حفظ ذا أكثر ولا أقل له هنا مثلا عندك drink شوف الأي راح يصير الأي راح يصير نوب يصير يو مرات تنظيف حسب الفعل مثلا عندنا الفايند يصير فاوند مثلا عندنا الرايت يصير رات هاي الحالات كلها تحفظ هذه الحالات كلها تحفظ مثلا أكو حالات تبقى مثل ما هي زين هذه الحالات كلها تحفظ كلها تحفظ وحدة وحدة كذلك عندنا موضوع يعني مرات تنظيف تي فقط ليرنت زين حالات أخرى حالات أخرى يصير أكو تغيير مثلا إلى تي شوف deal dealt creep craft cleave cleft فهذا أيضا تحفظ زين يعني مثل ما تشوف قدامك زيني تغيير هاي الأفعال الشاذة كلها تحفظ ما بيها فات فكرة بس مجرد تحفظ هذه الأفعال الشاذة اللي تشوفها قدامك زيني كلها تحفظ هاي الأفعال الشاذة كلها تحفظ زيني يعني وتغييراتها شوف شنون يصير التغييرات زيني كلها تحفظ زيني يعني فزيني الأفعال الشاذة كلها نحفظ هاي وكلها المهمات ركز عليهم وشد حيلك عليهم صحيح هواية بس والله تحتاج وهواية راح تستفاد من عدن إذا حفظت هنين راح تحتاج بجميع المواد وأكيد انت راح تخرج إن شاء الله وصير أستاذ باشر أنت أستاذ ما حفظ أفعال الشاذة يعني زحمة حقيقة زحمة زيني يعني فحاول تحفظ الأفعال الشاذة كل يوم متخصص لك مجموعة والطلاب اللي داخلين يعمل دورات الحمد لله وشكر أنا دائما أخذهم يومية مجموعة عشرة عشرة وحفظهم هاي الأفعال الشاذة وأنا حاضر إلى أي سؤال أو استفسار تقدر تكتب بالتعليقات ومجاوبك إن شاء الله بأقرب فرصة إن شاء الله لا تنسى تشترك بالقناة وترسل هاي الفيديوهات زملائك ولي أصدقائك اللي وياك بالقسم